لحارس نادي الآلي على أخرى باسيب حسن باسيب حسن جول 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 الهدف الأول لنادي معيدر في هذه اللحظات عن طريق الكبدان والمايسترو باسيب حسن يسجل الهدف هذه المباراة من ركلة جزا شوف الكرة كيف نفدت وضع في المكان الأكثر من رائع في الجيال الوسطى للحارس مروان بدر الدين فتح قدمه والحارس ينتمي للجيال يسرى في اللقطة المادية وبالتالي الأدف الأول في هذه المباراة عن طريق باسيب حسن ولصالح نادي معيدر شوف اللقطة المادية والاحتفال بأدي الطريقة يهدي القبلة لكل جزا تولد الأهداف وارسل التصويف جول 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 هدف تعديل الكفة للعميد الأهلاوي هدف تعديل الكفة عن طريق بطاوي هدف جميل جدا من خارج مستطيل العمليات قلت بأنه الضغط يولد الانفجار انفجار عن طريق اللاعب عبد الرحمن البطاوي شوف الكرة كيف حضرت برحمد حسين المراوغة تحضر الكرة استلم الكرة صوب الكرة قوية جدا قوية جدا على الحارس مطر سالم هدف تعديل الكفة للعميد الأهلاوي غاب كثيرا هذا الهدف على مدار 78 دقيقة يأتي على بعد 12 دقيقة من نهاية هذه المباراة هدف مهم جدا لأبناء المدرب خورخي بيريس وهدف قاسي أكيد على أبناء المدرب السوري محمد راكان دفعوا كثيرا وحاولوا أيضا وكانوا قريبين أمانة من تسجيل الهدف الثاني وقت مطر سالم يتدخل ما زالت الخضورة فورسة للتسويف جول جول الثاني 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 أحمد حسين يقضع العمال نادي معيدر في هذه اللحظات هدف قاسي وقاسي 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 جدا دافعوا كثيرا يأتي هدف الثاني في هذه اللحظات هدفين ربما في أقل من خمس دقائق أو أقل من ذلك بكثير عن طريق أحمد حسين تصويبتين متتاليتين شوفوا الكرة الماضية التدخل من مطر سالم ثم التصويب القوية من أحمد حسين يقلبون الطاولة هكذا هي الرمونطادة الألوية شوفوا الكرة الماضية والتصويب مطر سالم قسر القاملة تساعد هذا الحارس في التصدي للكرات العالية وبالتالي الآلي يعني يسجل الهدف الثاني ويخالف كل التوقعات التوقعات التي كانت تقول بأن نادي معيدر يسير نحو تحقيق النقاط الثلاث حقيقة كرة القدم أمرها غريب وغريب جدا أمرها عجيب وعجيب جدا أن تسجل الهدف وتدافع كثيرا وتكون الأقرب تسجل الهدف وتدافع كثيرا